بمشاركة 44 شخصا من العائلات الرعاوية اختتمت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي الزرقاء رحلتها إلى لبنان ضمن سلسلة الأنشطة والرحلات التي ينظمها القائمون على المجموعة حيث قاموا خلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام بجولة لأهم الأماكن المقدسة في لبنان إضافة إلى المناطق السياحية والترفيهية التي يشتهر بها هذا البلد الشقيق ومن جانبه أكد المشرف العام على الرحلة راكان فخوري أن الهدف من هذه الرحلات هو بناء أواصر المحبة والتعاون بين أعضاء الرعية والمجموعة والعائلات وتقديم الأفضل لهم منوها أنها الرحلة الأولى إلى لبنان وسيتبعها رحلات حج إلى الأراضي المقدسة في فلسطين